المسلسل الما بيرحم شقله بالدراما السورية وحطه بمكان تاني الكل سمع عنه بس ما حدا تفرجله عيشنا بالاربعينيات بس ليش رجعنا هداك الزمن ومين رح يتفرجله اصلا وشو هتضجل حواليه مسلسل تاج بطولة تيم الحسن مع بسام كوسا رح نعمل له مراجعة من عدة جوانب وخلونا نبلش بنقطة كتير مهمة أخلاقيات المسلسل المسلسل قدم شخصية شكري القواتلي بطريقة مميزة رئيس وطني وغيور وكأنه نعم يقدموا صورة كيف ممكن يكون الرئيس بسوريا وأنه سوريا مو مقتصرة على بيت الأسد يلي حرفيا لا عن شرف ولا البلد وكمان من الإيجابيات أنه عرفونا بأشياء بتاريخنا كانت مدفونة يعني أنا صدقا ما كنت سمعان بحادثة اقتحام البرلمان وقصف دمشق بعدها بالإضافة أنه قدموا صورة جديدة للمرأة بهذاك الوقت يلي عم تكون طبيبة ممرضة طالبة بالجامعة وشغلات تانية خلافا عن الصورة الخاطئة تاريخيا يلي تركها المسلسل الفاشل الساقط فنيا وأخلاقيا باب الهديكة خلص لبس النسوان كلهم ملايات مثل اليونيفورم زيموا واحد بيوفروا شوية مصاري بقسم الأزيار خلص بس كمان بمسلسل تاج فيه شغلات سلبية يعني مثلا أنه هون خلص دهن حاله شوية شحوار خلص عساس صار هندي هذا البلاك فيسنج موضوع كتير كتير حساس اليوم بس كان مثل تيزون للمسؤولين على العمل خلص أو مثلا هاد المشهد ذي الله حق طلع الزلمة انتحارة من هديك لأيام يعني بدون ما تنتبه باعوك فكرة أنه الجهاد موجود بالمنطقة وبثقافتنا من هداك الوقت مع أنه هاي الفكرة اجت بعد الأسلمة بالسبعينيات وانتصار الثورة الإيرانية يعني هيك شي كمان عيب ينحط بمسلسل إلو علاقة بالتاريخ مثال أخير وبدو شوية تماعون في حيلة بيعملها تاج وبيزور موته بيطلب من بنت خيو تروح تتعرف على جسة مشوهة وتقول أنه هاي جسته وفعلا هيك بيصير والكل بيفكر أنه خلص هاي جسة تاج وبيصدقه أنه مات يعني هو زور هوية الجسة وبالتالي حرم أهل صاحب الجسة الحقيقية من أنهم يتعرفوا على ابنهم الميت يعني حركة كتير قليلة أصل بس كمان مثل طيزون لمنتجي العمل أخلاقيات المسلسل فيك تقول يعني 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 أكتر جانب شد الناس وخلى المسلسل مميز عن بقية الدراما الصورة ما فينا ننكر أنه عناصر الصورة بمسلسل تاج خيالية متكاملة ومشغولة بإتقان غير مسبق بالتاريخ الدراما السورية وما في شك أنه هذا السبب نجاح المسلسل الأول حركة الكاميرا وتموضوعها وزواياها كانت ممتازة الإضاءة عالمية ولو كانت أحياناً كتير معتمة الألوان معدلة بشكل حلول أزياء ومكياج فعلا بتحس أنه هدول عايشين بهذاك الزمن والبروبس مصنوعة بإتقان سينيغرافيا حدث ولا حد الجماعة بانيين مدينة بأكملة ساحة المرجي لترام وعملين مراجعة تاريخية للمكان لا يعرفوا شو الأبنية اللي كانت موجودة بهذاك الوقت الصورة الصوت معلومة صغيرة خبرني عليها كاميرا ما نمشتغل بأفلام أوروبية الصوت عامل كتير حساس يعني إذا بيكون عندك أحلى صورة بالعالم بس الصوت ممنح الفيلم ما بينحضر الصوت بمسلسل تاج عادي وما قدم أي شي جديد بالعكس حتى أحيانا نزع المشاهد للأسف بسبب حقوق النشر ما فيني فرجيكم مثال بس إذا بتركزوا المرة الجاي بس تحضروا المسلسل سمعوا كمية الموسيقى التصويرية يعني بتتحول الحلقة آخر جيل لمقطوعة موسيقية الجماعة طرشونة طرش وخاصة إذا كان في هيك مشهد حساس شوي بيحطلك موسيقى بيانو هادي أو هات علبة المحارم يا حبيب الصوت عادي جدا السيناريو بشكل عام السيناريو حلو يعني القصة فعلا بتشدك تعرف شو رح يصير بس أهم ملاحظة أنه ما في قصة واضحة للمسلسل الكاتب مبلش شيء ومنيه بشي تاني وبنص قصص ما لا علاقة باللياقة في تشطط واضح بين قصة الملاكم وهذا أول مشهد بالمسلسل وأكتر شيء شدني لأحضر المسلسل أنه فكرت رح أحضر قصة ملاكم سوريا بهذاك الزمن بس هذا الجانب من القصة كان مهمل جدا وفي عنده قصة العاشق الولهاني اللي بده رجع مرته وبنته وهذا كان أساس المسلسل وفي عنده قصة سوار عمي حرروا سوريا حلقة الأولى كانت كلها عن هذا الموضوع وبالحلقة الأخيرة بيطلعوا الفرنسيين من سوريا يعني مثل أي مسلسل بيئة شامية لا جديد هذا غير كترة المشاهد البثاتيك يعني المثيرة للشفقة والعاطفة تبعوت علا بالمحارة بس بنفس الوقت كان عندك مشاهد خطيرة مثل مشهد اغتيال الجنرال أو المشهد اللي بينقتل فيه طالب الجامعة ملاحظة ثانية هي العنف الزايد أكيد ما فيك تتجنب مشاهد الدم والقتل والتفجيرات إذا بدكت عمل هيك مسلسل طيب ضروري كمان كل حلقتين تحطي لي واحد عم يضرب واحدة نازل فيها خبط كف يمين كف يزار عنف بلا طعمة بالنسبة للتشويق صح بكتير مشاهد فيه تشويق وكورتيزون للموت خاصة لما بيكونوا قربوا يلقطوا تاج بالكبين عبكة ممتازة بس كمان فيه كتير فرص للتشويق ضياء على المسلسل مثلا لما بيكون تاج عم ينشنق بدل ما ينهيلك الحلقة والبطل على حبل المنشنقة ويشوقك للحلقة الجاية بكمل الحلقة شوي بفرجيك كيف نزله وبعدين بينهيها وحكيت في فيديو سابق عن فكرة التشويق اول الحلقة المأخوذة حرفيا من بريكينج باد فيك تشوفه بهذا الفيديو فوق فوق على اليمين بها المناسبة خليني احكي لكم عن مشهد كتير عجبني باخر المسلسل وانتقل عن طريقه لعنصر التمثيل شخصية بسام كوسا قيعد بالسجن خسران كل شي بس يا الله مو طبيعي هذا الاداء قاعد عم يانجل عليه ويمسح بوطه وعم يحكي عن جد سحرني المشهد لدرجة لدرجة اني تذكرت وين انا شايف هذا المشهد من قبل نهاية احداث مسلسل تاج كمان مسروقة وهالمرة من نهاية الفيلم الاميركي 7 كيفن سبيسي بيكون عميل عبدور المجرم السايكوباتي وينمسك باخر الفيلم بس هو وبالسجن بيلعب بالمحققين وبيماشين عكيفه بالمناسبة فيلم رائع اذا للأسف عدة افكار بمسلسل تاج مأخوذة حرفيا نسخ لصق بدون ابداع من انتاجات اميركية اذا رحنا لعنصر التمثيل في ممثلين اخدوا فرص كتير حلوة لأول مرة وعرفوا يستغلوها بالنسبة الي احسنن الممثل جان دحدوح فعلا قدم دور متوازن خلينا نقول بس كمان في عندك قنبلت الموسم المغنية الغير قابلة للاشتعال متل ما بشوف بهذا المشهد كل شي بيحترق الا هي طبعا المغنية فايا يونانيا اللي على ما يبدو كان بالدنياها تغني شارة المسلسل بعدين طلعت شارة المسلسل ما في غناء قام خلاص انشاء ما تزعل عطوات دور البطولة بالنسبة للحوار خلينا نقرأ الحوار بهذا المشهد مثلا بزمتك بزمتك بزمتو بزمتي كم مرة صرنا سمعانين هيك حوار بكم مسلسل المسلسل مليان هيك حوارات مع انه السيناريو كتير حلو بس الحوار احيانا عم يكون كتير ضعيف والسبب على الاغلب لانه بالدراما السورية في كتاب بيستعينوا كتاب صغار هني بيكتبو لهم حوارات صغيرة وبيكونوا اكتر من كاتب يعني كل واحد بيمسك خط او خط دراما او حلقة او مشهد او الاخري فبيختلف الحوار على اختلاف الكاتب الصغير يلي كتب الحوار واخر شي بيجي هذا الكاتب بينزل اسمه بيجمعهم كلياتهم وبيعمل صلطة طبعا احيانا بعلم شركة الانداج واحيانا بدون علمه اللغات واللهجات والمراجعة التاريخية اخيرا بالدراما السورية استخدمت المراجعة التاريخية بس ما بعرف قديش راجع بها المراجعة اذا طلع معاهم بهذاك الوقت عطراف الشام في صحرة اما بالنسبة لموضوع اللغات مثلا الفرنسي اي دا يا وديع دا فرنسي دا يا وديع جسوي بسكوت جلواز يعني اي منعرف ان الشخصيات سورية وتعلمت فرنسي بسبب الانتداب بس شو هاد شو هاد شو هاد خلونا نشوف كيف اندريسكا في تعامل مع مشكلة اللغة سي برسان صور ويحكو بسكوت جلواز مراجع بسكوت جلواز ولك يا عين يا ليل طيب منشوف هاد المشهد بين ضابطين عم يحكو فرنسي مع بعض يا سلام شميت ريحة الكروسان من قتر مو فرنسيان بعدين منشوف مشهد بقاعد اجتماع الضباط الفرنسية بس لسه في ثلاثة ربع المدينة عم بتاتل لازم تعرفوا طلعوا الفرنسيين بيحكو مع بعض عربي منطق اللغات بهالمسلسل يعطيك العافة كمان بالنسبة للمراجعة التاريخية بأول كل حلقة بتطلع لنا هاي المعلومة تدم انا معلم ضليت نصة عم فكر مين قصدن بهاي العبارة وك يا زلمي كل الشخصيات مبتكرة وكل الاحداث مختلقة ما في غير قصف البرلمان ويوم الجلاء احداث تاريخية وك يا زلمي شخصيات تاريخية ما في غير شكري القوة لي يا اخي خلاص بس دقيقة بس لها رايح عصبونا بالمناسبة شخصية شكري القوة لي فعلا لعبها باسل حيدر كتير كتير صاح وبدون تكلف وعلى ما يبدو بهاي الشخصية استخدموا الزكاة الاصطناعي لأول مرة بتاريخ الدراما السورية لحتى يشبهوا وجه الممثل بوجه الرئيس السابق شكري القوة لي ناخد بريك النقطة الأخيرة والأهم الجمهور لا تخاف ما رح ننقض الجمهور قصدي اتساءل مين جمهور مسلسل تاج لمين عم يحكوا هاي القصص المشرزمة وشو علاقتها باليوم لمين عملوه وعرضوه حصرا على شاهد يلي ولا سوريا بالعالم مشترك فيه لأنه بدوا تكاليف وبدوا مصاري يعني عملوه للسوريين بسوريا يلي ما معهم عم يأكلوا ولا لنسبة واحد بالمية يلي تاجروا بالأزمة ومعهم يشتركوا بشاهد ولا للسوريين بالمخيمات ولا للسوريين بأوروبا يلي اخر همهم هي قصة يعني فعلا مسلسل بدون جمهور ابطال بدون مشاهدين بالنهاية المسلسل انتاج جيد حرفيا وفنيا ولو انه فيه ركات ومشاكل كتيرة ومسروق عن انتاجات أمريكية واخلاقياته غريبة أضاف فنيا للدراما السورية بس فكريا كتير ضعيف المستوى وهو إثبات جديد انه لليوم دراما السورية وصناعتها مرتبطة بمجموعة من الجهلة وعديمي الرؤية شكرا على المتابعة